هتقول ايه لكابتن محمود جابر يا عزيزي محمود جابر رئيس جماعة المؤدبين مؤدبين محمود يبقى الرئيسة اه ما عاربش عمر زي ولا مستوى شخصية من اللعيبة اللي كانوا عندنا على خلق ولعيب موهوب لعيب كان كبير جداً بيلعب وسط عمالقة يعني انا بحب محمود جابر على مستوى الشخصية كده بحب عمر ابنه كنت بازعل لما مستوى انزل بازعل عشان عشان ابوه طيب انا عاوز بقى حاجة كده لنضحها للسادة المشاهدين برضى دكتور انت لما كنت محافظة اسماعيلية كنت مهتمة قوي بكورة القدم في اسماعيلية ويتعرف مشاكل وكورة القدم في مصر ولما رحت بقيت وزير دي هتكلم عليها لسه بس 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 عند سؤال صغير كده بعض الناس بطلع اشعاعاتي ان النادي الاهلي السبب ان ما يستقبلش نادي الاسماعيل لسعة التهجير و vereinكد ان النادي الاهلي رفضوا بش رفضوا و بتاع وكلام دا كله و انت كنت وكيل نادي الاسماعيلية في الفترة دي و كنت قوضت اعوض مجد الشعب كمان في الناس شوف لا لا ما قد عوض مجد الشعب شوف يا أه مصطفى طبعا الكلام دا fakeuffle ام ليه سبب بسيط جدا لان أعمل احتقان مع الجماهير لان رئيس الاسماعيلية كان واسمعد العمد هو اسمعد و رئيس النادي الاهلي قامي عاظتatan الفريقات المرتاجة فريق عبنوحس الكامل مرتاجي رحمة الله عزيزي وراجل عظيم طبعا فطبعا مش معقول الدنين دول يكلموا بعض وفريق مرتاجي يقول لا ما يجوش حقيقة استحالة يعني اه وبعدين احنا يعني راحوا الزمالة كذلك فترة صغيرة تحته وبعدين راحنا بمركز شباب الجزيرة بعدها مصبوط فقال لا ما اعتقدش الكلام ده وقع موضوع الخلاف بين الأهلي والإسماعيل ده يعني لازم إيهل لإن حتى الأجيال الجديدة دلوقتي لحس إنها مشحونة ضد الإسماعيل ضد الأهلي إن انا يعني حاولت أصلح مرة وهنتعى لنادي إسماعيل اللي بقى الأهلي في حاجة بطولة باين في الفيسبوك فقالت لقيت بعضهم زعلان نعم لك إسماعيلية بقضهم طيب جدا يعني مرة كان في فكرة إن كابت الخطيب ييجي هناك إسماعيلية ومشها فيه أنا فاكر لا دلوقتي لا يمضي يعني في الاحتقام ده ما أنت برضو لازم كابت الخطيب كان راح للزمالك ما راحش يمكن ظروف عمر يمكن ده السبب ولا حاجة لكن يعني بس بتقابل هو حسين اللبيب وبتاعه نا هو هو حسين كمان شخصية جميلة عاملين شغل هايل نا ما أعتقدش إنها يعني أنا ما أسمعتها يعني لازم بقى فيه مبادرة من الناديين لازم 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 إنت إنت يعني تلم الناس اللي قدية شعبية تلمها أنا كوزير المسؤولة لازمت انقرد آه ألموهم ألموهم مع بعض بقول لك أنا جبت بسلحي وكده وعدنا نفكر نعمل إيه والكلام ده كل فأنت لو تمنت أستاذ الوزير أشرف صبح إنه هو يلم المجموعة تلم ده الشعبية دي ويجيب الأهلي والزمالك إنه هما ليهم رؤية وجودهم تقل إنه هو يساعدهم طبعا طيب دخلتك الوزارة بقى إنت كنت عارف إيه اللي هي الحاجات اللي هي معوقها الرياضة في مصر هل إنت أول ما جيت كنت بتفكر كوزير شباب الرياضة إنت جيت قلت ما صدقت إنت خلصت كل حاجة في الإسماعيلية وجات لك الوزارة هل إنت فكرت بقى تغير قوانين ولوايح تانية جديدة عشان ترتقي بالرياضة المصرية؟ مصطفى أنا ابن وزارة الشباب أنا عارف يعني حياتي العملية بدأتها ابن وزارة الشباب أنا عارف بقى لك بالرياضة لكن أنا بقولك القوانين أنت عارف قانون 77 اللي هو اللي شعلوه ده اللي عمله مخترتش قانون عبقري عبقري بمعنى عبقري يعني أنا بقولك قانون هايل جدا شالوه طويج إيه؟ شالوه عشان يشيلو دور الحكومة وهديك مثال وأنا عضو مجل الشعب كنت عضو في لجنة الشباب وقامت حملة أياميها الله يرحمه دي مرداش التوني وكان معاه الدكتور محمود القاضي اللي هو كان عضو مجل الشعب في كرشة أسكندرية إنه هما يغيروا القانون وكان الدكتور عبنين حسن الله يرحمه برضو وكان هو وزير الشباب برياضة ودخلنا في سراع 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 الحكومة الأسف مكادش جامدة فطلعوا قانون جديد قدوا وزير الشباب برياضة الشؤون إدريهوا من أليه بس يعني شالو من أشوع الفناك وللي إحنا بنعاني منه دلوقت دا بسي القصة بس خد بالك سنة وضغطنا لغينا القانون رجعنا القانون تنين بتاعتدش هم يعني بقولك يعني أنت أنت الصراع مش من اللاجل الأمبية دي طب ما هي جات عاملت إيه ما هي بتاخد فلوس من من وزارة الشباب برياضة ها هو بتاع ما بتخططش وأنا كنت بعقب اللاجل الأمبية ساعات بدهمش فلوس أودي التحدي بدلوش فلوس طب أنت كنت مع فكرة إن هما يفصلوا الشباب والرياضة آآ وزارة الشباب والرياضة إلى جزء للشباب والرياضة؟ والله يا مصطفى أنا أنا جالي بفترة كده لأن أنا كنت مجيت طبعا بدء متحمس للرياضة جدا لأن أنا رياضي وكراوي والكلام ده والكلام وفي نفس الوقت أنا متحمس للشباب جدا فأنا عملت شغل قوي جدا للشباب لأن أنا كان عندي مثلا مشكلة في الرياضة مثلا النادي الأهلي حصل فيه مشكلة أو الزماء أو قطع أقعد أشتغل فيه 3-4-5-10 آآ الشباب بعيني مفيش حد حاجة يعني أنت شايف أن فكرة تقسيم وزارة الشباب ورياضة لوزارتين واحدة للرياضة ووحدة الشباب ده مشروع فاشل لا يعني اللي وقع تم فيه كان فاشل آآ إنك أنت كمان لازم تختار اللي يمسك الشباب ده عنده كاريزمة يعني يخش على الشباب يكون مارس أنت ما أعملتش كده آآ ما أعملتش كده فيش الكلام ده طيب لما أجأ أقول الدكتور عبنم عمارة كان صاحب نهضة في كانت الصلاة المغطاة دي لسه ما أعملتش كانت الألعاب الإفريقية كانت نقب نفكر فيها وأنت لما تتكلم بتقولي 56 دولة 56 دولة يعني دورة أولمبية 52 52 ودولة بحجم مصر إنها تعمل حاجة زي كده وتعمل حاجة تليق باسم مصر والواحد زعلان لها دكتور لأن لما بنشوف نتايج زي اللي بتحصل في الكورة كده وبعدين بنشوف الحاجات كان بتتحقق قبل كده صلاة مغطاة وملاعب والكلام ده كله الواحد بيزعل الواحد بيزعل يعني فكرة الصلاة المغطاة دي أنا تركت في كاس العالم للكورة اليد الحضارة سيطر ريس ودورة حورة سيطر تعمل في الاستهاد ودورات كتير أنا بتكلم عن دورة أمان للعاب الإفريقية ده دورة اللعاب في ده 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 أنا أنا الصلاة المغطاة جالي سامارانش أياميها مجمع الصلاة ده مجمع الصلاة ده مجمع الصلاة ده وجالي بلاتر أنا دخلت كانت كات على الأرض ودوبة كشت جير من المنصوصين أنا فاكر فأنا عملتها مع المغنين العرب مع الله رحمه مهند الصلاة والصلاة بالله سامارانشي ما دخل قلت له دي تامت كذا 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 قلت له ده ده سحر ده أنت عمل زي الحاولة بيطلع من الأرنب من الوروزنيطة إزاي ما صدقش ما صدقش هو بلاتر فأنت عملت مريكل من عجيزة دي حقيقة هو الصلاة الحد دلوقتي وبعدين أنت عايس نام مصافة آلاف يعني العرض نفسه كان فيه خمس آلاف ست آلاف واحد أكتر كمان الدول اللي جاية خمسين دولة كل وقت جاية بكام أه طبعا حاس تأكل وتنايم وتشرب وتعمل الكلام ده كل طبعا يعني أنت شاف بس فيه هل فيه طفرة في البنية الأساسية بالنسبة الرادة المصالبات؟ لا لا طبعا دلوقتي طبعا الرئيس السيسي مهتم صراحة لازم نعترف أنا أنا وشفت العاصمة دارية لكن شفت الصور لا العاصمة دارية القرية القرية المنبيا اللي هناك حاجة حاجة قرية المنبيا حاجة فوق الوصف لا فيش خلاف من المنبيا